ازايكو يا حلوين عاملين ايه ان شاء الله تكونوا في احسن صحة واحسن حال باذن الرحمن اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين تدوني كم من عشرة في الفيديو الحلو ده اقولولي في اخر الفيديو انا جاهزت شوية الحلويات زي ما انت شفتو كده علشان جمعة مباركة علينا وعليكم ان شاء الله يوم الجمعة كده لدم يبقى في حية مميزة نعملها حتى لو كانت بسيطة يعني شوية حلويات شوية لب وقعدة حلوة وجهزت لهم عشرة جميل كده زي ما انت شايفين هقولوكو بقى على الخلطة وزي عملت الرز الجميل ده بسم الله بصوا بقى الرز ده واتفيه نسبة تقول انه بيتعامل في ثلاث حلال عشان هو ثلاث ألوان لا طبعا دي كده تأليف انت بتعملي الرز الأبيض بتاعك العادي جدا وبتجيبي بودر زعفران أحمر وأصفر وبتدويبي ربع معلقة في كوباية وبتنقطي على الرز من فوق معلقة باللون ده ومعلقة باللون ده قبل ما يستوي بعشر ده وضغطي عليه وتسبيه يبقى عندك الرز الملون ده زي بتاع المحلات بالضبط وقمت جهزت شوية منبار كده وركنتهم على التحمير على طول وأنا منزل لكم الخلطة بتاعة المنبار قبل كده في القنية واللحمة دي بقى اللحمة المفرومة دي كاندوز مش حط عليها يبنيت غير فلفل وملح ويجي عصير أربع لمونيت لأن اللمون بيفرق جدا مع الكفتة لما بتشويها واللحمة اللي جنبها دي الداني حطيت عليها مية البصل وملح وفلفل ورشة قرفة صغيرة التدبيلة للمشويات مختلفة يعني فيه أكتر من يجي خمس ست سبع تدبيلات تقدري تدبيلي بيهم اللحمة بتاعتك أما تيجي تشوي فيه تدبيلات بيبقى فيها ديبسورمون وحاجات كتيرة جدا يعني أنا المراتي عملت تدبيلة سريعة كده خفيفة ويسبتهم فيها شوية وما شويتش بقى على الفحم زي المرة اللي فاتت بصراحة الدنيا كانت ساقعة أكتر من الجمعة اللي فاتت الجمعة دي أكتر من الجمعة اللي فاتت فما قدرتش بصراحة أطلع فوق وشغل الشواية بصراحة كده خدت شواية الكهرباء وقلت الحمد لله إن هي عندي وشغلتها زي ما انتوا شايفين وبدأت حمر الكفتة بتاعتي هي بتتقفل على اللحمة فبتديها شكل مضلع كده بيبقى حلوة قوي جهزت أول طبق للايه يعني هي كنت باشوي كفتة مرة كفتة ومرة لحمة كنت بحاول أحافظ عليها إنها تفضل سخنة بإني إيه بلفها بالفايل وبدخلها في الضرف تلبو فيه ودي المنبار اللي كنت مجاهزة من الصبح كده صحيت الصبح بسرعة حشيته وسلقته تدبلته بقى أهم حاجة في تدبلته هو هي هي نفس تدبلت المحش يا بنات بس بحط عليه زعتر زعتر ناشف كده زي بودر كده شوية برشها على الخلطة بتديله ريحة وناكها روعة جربوها هتطلع معاكم مختلفة جدا هتحس إن المنبار اللي انت بتعمليه مميز عن أي حد تاني عامله وانا بقى باشوي رحت على طول إيه رحت جايب المنبار وقليته زي ما انتوا شايفين كده بروا عمدته ديته تحميرة كده ده شكله هو أول طاست كفتة تلعت معايا وقطعت بقى شوي الجرجيل كده جرجيل وروحت رشهم كده على الوش هبدأ بقى أكمل معاكم واللحمة اللو جاباها كندوز حاولي ما تجيبهاش كبيرة عشان تستوي معاك بسرعة لو هتشوي لحمة كندوز اطلو بيها من راجل يعني فيه قطعة في اللحمة بتباناش فشوية في الدبيحة وقليله أنا هشوي وعايزة حتة تكون طرية حتة لحمة طرية أو نعمة وجهزي تتبلتك إذا كانت بقى بصل وملح وفلفل وبهرات وكل حاجات دي واركنيها في التلاجة يجي أربع خمس ساعات هتطلع معاك روعة وعملت طبق الطحينة ده بسرعة وتمام وجمع مباركة علينا وعليكم وما تنسوش اللايك للفيديو حطي لايك يلا حطي لايك باي باي